بسم الله الرحمن الرحيم احنا بعد ما عرفنا بصورة مختصرة لحد ما تاريخ السكر وصناعته وانتاجه من الفيديو اللي فات يبقى دلوقتي ان شاء الله هنتكلم عن فوائد واضرار السكر الحقيقة ان فوائد السكر ويلا اول درجة ان اي واحد ممكن يستغنى عنه بكل سهولة وفي نفس الوقت مفيش اي اضرار ممكن تحصل من عدم استعمال السكر وبأي صورة من الصبر صحيح هو مش مطلوب انما الحقيقة من اقدرش في الغير بنستغنى عنه والحقيقة ده الشيء واقعي مش غريب ابدا يعني السكر مسلا سوراته الحرية عالية وده بيدي طاقة وقوة وبفوقت قصير اوي وبرضه لمدة محدودة السكر برضه علشان هو متاخد من مصادر طبيعية يعني زي اصب السكر والبانجر وده كلها نباتات يعني مفيش عليه اي اضافات خطيرة وبالتالي الجسم بيتعامل مع السكر ده ويحرقه بكل سهولة وبدون اي اعباء على اجهزة الجسم وده بعكس كل انواع الاقراص بقى والبودرة والاشربة اللي بتحلي دي بقى اما يكون منتجات صناعية او كيموية في الغالب وده اللي ممكن ينعكس على اجهزة الجسم كله بنوع من الضرر او الازى على اي حال دي هي دي بس فوايد السكر يعني فوايد محدودة جدا زي بشوفنا لان السكر في حد ذاته ما فيوش اي عناصر غذائية على الاطلاق يعني لا فيه فيتامينات ولا املاح معدنية ولا منضطات اكسادة ولا الياف ولا اي حاجة ابدا اما عن اضرر السكر بس قبل من نتكلم عن الاضرر دي لازم نقول ان المقصود من السكر مش هو بس اللي بتحط على الشاي والقهوة او نحل بيه عصير بنعمله بسا في البيت انما المقصود اي حاجة وكل حاجة داخل فيها السكر كمان مهم اول نقول ان اضرر السكر بتحصل مع استعمال كميات كبيرة منه وبصفة شبه يوميا بسبب ان الاحصائيات حاليا بتقول ايه ان متوسط استهلاك الفرد من السكر على مستوى العالم يعني حوالي 24 كيلو جرام كل سنة يعني كل فرد بيستالك حوالي 2 كيلو كل شهر مع ان المفروض ان الاستلاك العادي الامن للفرد يكون في حدود 9 9 معالق صغيرة يعني 36 جرام بالصفة يومية يعني برضو حوالي كيلو واحد بس كل شهر وده بالنسبة للسيدة الرجال اما بالنسبة بقى للسيدات يبقى المفروض انهم يعني الحد الامن بتاعهم 6 معالق صغيرة كل يوم يعني 24 جرام يعني حوالي 3-4 كيلو بس في الشهر من السكر معنى الارقام دي ايه ان السكر اللي يخش الجسم كل يوم وبأي صورة وبأي شكل سواء اكل او شرب المفروض ما يزيدش عن الكميات اللي قلناها دلوقتي ليه لان كميات كل ما هتزيد عن اللي قلناها كل ما هكون الاضرر كبيرة يعني ببساطة واحد بدل ما يحط في جسمه كل كيلو سكر كل شهر هيبقى مثلا كيلو نص هيحصل ضرر انما لو الكمية بقت 3 كيلو 4 كيلو وهكذا هيبقى الضرر ايه اكبر واكبر وهكذا برضو لازم نعرف ان العملية تراكمية بمعنى ان كل معلقة زيادة عن المحدد وبصفة يومية وباستمرار برضو هيكون منها هيطلع منها ضرر صحيحة على المدى البعيد انما الضرر برضو هيبقى مؤكد طالما فيه اصرار واستمرار يعني في البداية كلنا تقريبا عارفين ان الكلا بتقوم بوظيفة ترشيح الدم اللي داخل من اي عناصر ضرر غير مطلوبة وده كله بيروح على البول انما في حالة السكر لما يكون زيادة عن حاجة اي واحد مننا جزء منه بيخرج عن طريق البول زي ما قلنا انما المشكلة ان فيه جزء باقي من السكر الكلا مش هتقدر تتخلص منه وبالتالي هترجعه للدم وشوية شوية الموضوع يكبر والنتيجة اجهاد مستمر على الكلا يعني ضعف في وظائف الكلا الوظائف دي مش كلها ايه عبارة عن ترشيح الدم خلاص لا دا الموضوع كبير او بعد الكلا ولو الموضوع زاد او عن حده غالبا لازم يحصل فشل كله دا من ناحية من ناحية تانية وجود السكر نفسه في الكلا وبصفة دايما هو كمان من اسباب تدهور حالة الكلا اما السكر بقى اللي عمل يكتر ويتركز في الدم فده ببساطة شديدة اوي لازم يعمل مرض السكر بكل تعبه وبكل المضاعفات الخطيرة بتاعته السكر والحاجات المليئة السكر لما ناكلها وبتزيد عن حاجة الجسم الجسم نفسه بيخزن على هيئة دهون سلاسية في منطقة البط وكمان بتعمل حاجة كده زي كفر او غطى يعني غطى على اجهزة الجسم الداخلية زي الكلا والكبد والرقى والمعدة والامعاء والمخ الاخر وده كله هيقلم من كفاءة الاجهزة اللي شغالة كلها ويبقى بالتالي كفاءة الجسم ككل ايها تتحدر يعني وطبع مش عايزة كلام ان كل ده هيملأ الجسم هيزود الوزن يعني برضو سمنة ووزن تقيل وده كله برضو هينعاكس من ناحية تانية على اداء الشخص نفسه بالاضافة الى انحضار برضو وتدهور كفاءة اعضاء الجسم ككل السكر والسكريات بكميات كبيرة بترفع من مستوى السكر في الدم ولما الخلايا بتاعت الجسم بتمتص السكر ده مستوى السكر بيرجع ايه غطى تاني عملية ارتفاع بقى وانخفاض مستوى السكر في الدم كل شوية والتانية بيخلي البني ادم في حالة نرفزة وعصبية مستمرة يعني حالة نفسية فيها قلق وعدم استقرار وده ليه ارتباط قوي جدا بالاصابة بحالات نفسية مختلفة زي الاكتئاب على سبيل المثال برضو عندنا البكتيريا بتحب او تعيش على السكر او على البقايا بتاعت السكر اللي بتبقى في البقء وبين الاسنان وده ممكن طبعا يعمل التهاب في اللسه وتسوس في الاسنان من ناحية تانية السكر والسكريات بيزودوا قوي من شدة الالام بتاعت المفاصل والغضريب وبيزودوا كمان من معدل الاصابة بمرض الروماتويد وكمان بيعجلوا قوي من مظاهر الشيخوخة وبيدمروا الكولاجين اللي هو ماسك الجلد وبيخليه في حلقة مجدودة وبالتالي هنلاقي كرماشة في الجلد وتجعيد ورهرتها برضو من ناحية تانية هنلاقي السكر والسكريات بعد اكلها لازم تخلي البنكرياس يطلع انسولين اكتر من اللازم علشان يحلق الكلام ده كله الانسولين الكتير ده بيخلي جدران الشريين بتاعت الجسم تكبر في الحجم بصورة اسرع من الطبيعي وبتبقى مجدودة ومش لينة وده كله هيعمل عبء كبير على القلب ومع الوقت يحصل تلف في العضو المهم جدا ده يعني بعد كده ايه لقدر الله يعني هلقى امراض قلبية ونوبات قلبية وجلطات في المخ ده غير ان البنكرياس نفسه مع الشغل بقى الزيادة اللي قاعد بيعمله ده ممكن يتأثر بصورة سلبية بعد كده وتحصل له حالة من حالات الانهيار ويبطل شغل من اساسه وده برضو كله النتيجة الحاتمية بتاعته هتبقى ايه معدل زيادة معدل السكر في الدم وبعد كده مرض السكر عموما وعلشان ما نخوفش حد وبرضو علشان ما نطولش على حضراتكم احنا ممكن ناكل سكر وحلويات وكل حاجة داخل فيها السكر انما بحساب قوي زي ما قلنا قبل كده ولازم نعرف مرة تانية ان السكر مش بس اللي بنحطه عشاء والقهوة لا انما اكل الحلويات والايس كريم والشوكولاتة وتقريبا كل المنتجات بتاعت الافران والجاتوهات والعصير اللي بنعملها في البيت او اللي بنشتريها من السوبر ماركت وكل انواع الكانزة تقريبا كلها فيها او مليانة سكر وده طبعا بقى غير الاعلام بتاع التلفزيون اللي بنشوفها وتخلي الواحد مننا يعني يجوع ووريقه يجري ويبقى عاوز يشتري ويجرب وياكل ويستطعم وطبعا الاعلام بقى من دول معمود بطريقة جهنمية تخلي الاولاد والابنات الصغيرين يضغطوا على الكبار علشان يشتروا وياكلوا وكل يوم تقريبا على اي حال الاكل والشرب مرتبط دايما بالمجهود وبالحرق والله لو بناكل وبنتحرك وبنعمل مجهود محترم اعتقد ان شاء الله مفيش مشكلة انما ناكل ونشرب وكل يوم وكذا صنف كل يوم من السكريات يعني واحنا عاديم مكاننا او المجهود اللي بنعمله يعني يدبك على الاد او مفيش مجهود خالص هي دي المشكلة الكبيرة عموما برضو في كل الاحوال في قاعدة زهبية بمسألة الاكل والشرب دا سواء السكر وسكرات او اي حتى حاجتان القاعدة دي تقول بمتال بساطة ايه كل مكان اكلك قليل كل مكانت صحتك افضل وده من حكمة برضو بتقول ايه خير الامور الوسط وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته